تجربة استهلالية ماذا يشبه طيف المصباح الكهربائي المتوهج؟ سؤال التجربة ما هي ألوان الضوء المرئي المنبعثة من مصباح كهربائي متوهج وصابح؟ مصطلحات يجب معرفتها قبل البدء التجربة ألوان الطيف المرئي ومحزوز الحيود تحذيرات يجب اتباعها قبل التجربة سوف نحتاج في هذه التجربة إلى مصباحين بفرقي جهد من مختلفين أقلام ملونة وقرص شفاف بدلا عن محزوز الحيود أولا نوصل للمصباح ذو الجهد الأقل بمصدر التيار الكهربائي ثانيا ندفع المصابيح الأخرى بالغرفة ثالثا قف على بعد 1 إلى 2 متر من المصباح الكهربائي ومسك بالقرص بحيث يكون قريبا من عينيك لرسم توضيحي لما شاهدت خامسا صل المصباح للجهد الأعلى وعد ما قمت به وأخيرا استعمل الأقلام الملونة لرسم ما شاهد التحليل والاستنتاج كيف يبدو طيف المنبعث من المصباح الكهربائي الطيف الناتج عبارة عن سلسلة من الخطوط الملونة المميزة وهي ألوان الطيف السبعة كيف يتغير الطيف المشاهد عندما يزداد سطوع المصباح تتغير شدة ألوان الطيف ففي حالة سطوع المصباح أصبحت الألوان أغمق التفكير الناقد ما مصدر الضوء المنبعث من المصباح يصدر ضوء ساطع عن طريق توهج الفتيلة وانطلاق الآيونات ماذا يحدث لدرجة حرارة فتيلة المصباح عندما يزداد سطوع المصباح الكهربائي؟ تزداد حرارة الفتيلة كلما زادت شدة المصباح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر